السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله خير وان شاء الله طيبين صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلو من كومنتاتكم الجميلة وتنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ورمضان كريم هنعمل احلى طبق فول بالطريقة الحجازية الفول المبخر طعمه مختلف ونكهته طعمها لذيذ بطريقة واصرار المطاعم ينفع للصحور ينفع للفطار ممتاز ان شاء الله هتجربوا الوصفة الطعم مش قادرة بصفولكم والله كان جدا لذيذ هتجربوا وتعرفوا مدى لذيذ الطعم ما تبخلوش عليها باللايك والشير والكومنت الحل وكمان دعوة بظهر الغيب ربنا يتقبل منا واياكم لايك وشير يلا بصرع نبدأ في المقادير وطريقة التحضير هنا اصحابي انا اخدت علبة فول انا بحب اشيل قشر الفول عشان القولون اللي ما بحبش عادي سخنت الفول وبعد زي ما انتم شايفين بظهر المعلقة بنهرسه شوية او بالشوكة هضيف عليه سنة كمون وسنة كوزبرة وطبعا هو فيه الملح بتاعه فمش محتاج ملح هضيف معلقة كبيرة من الطحينة وهنا بقى اصحابي هنقلب وكمان سر الطعم في الخلطة اللي هنضفها دي صلطة الدجس السعودية اللي بتتاكل جنب الكبسة هي عبارة اخدت حب الطماطم مع فصينتهم مع شوية كوزبرة وخل ولمون وحطيت عليها كمون وكوزبرة وضربتهم في الكبه مش عايزينهم يبقى بوري مية زي العصير لا يبقوا فيها قطع كده بس فقط لغير وهكتب لكم المقادير بتاعتها والفيديو كنا موجود في القناة سلطة الدجس السعودية هنقلب بقى خلطة الفول كده زي ما انتوا شايفين حبشنا الفول وغرفناه في تواجن التقديم واللعنة واللعنة الفحمة وحطناها على ورعة سيلفر وهنحط عليها حبة نقطتين زي وزي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نبخر الفول بتديله التفحيمة هادي يعني طعم غير طبيعي هنسيبه بس كده دقيقتين حتى يتبخر الفول زي ما انتوا شايفين وهنشيل السيلفر وهنحط بقى التحبيشة بتاعت المطاعم اللي بتتحط على وجه الفول حبة بصل متقطعين وحبة طماطم وحبة بقدونس وكمان مش هيحلى الفول في النهاية الا لما نضيف عليه طحينة ونضيف عليه الزيت الزتون وبالهنة والعافية هتكلوه احلى فول هتكلوه بإذن الله طعمه ورحته غير طبيعي ومختلف عن الطريقة المصرية ان شاء الله هتجربوه وتتبستو عليه ما تبخلوش علي باللايكات والشير والسبسكرايب ولكومنت الحل وان شاء الله كل المأدير هكتبها لكم في سندوق الوصف طبق ممتاز للصحور او للفطار طعمه غير طبيعي لايك وشير سلام عليكم